مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرتكم الجو بيدا اللي يطلع عليكم من قناتكم الوطنية تيفي إذا نبدو نشرتنا الجو بيدا بالوضعية المرتقبة سيسيام يطرابة الجو بيدا إن شاء الله رح تكون في الموعد والله أعلم محملة بأمطار إن شاء الله تولوج رح تكون في الموعد على المرتفعات اللي يبدأ العلو تحى من 1700 متر أيضا أمطار رح تكون في الموعد على الولايات السحيلية الوسطى على قسنطينة على أم البواقي أمطار كذلك على البورا على الشلف على الجلفة أمطار شرح تلحق على الولايات السحراوية على غردايا بريان أجواء غائمة على العموم على أبواب الصحراء زوابع رملية الحيطة والحذر على عنصة لحواب بودا كذلك على تندوف نتلحق سوعة ريح من 30 حتى 60 كم في ستاعة الحيطة والحذر لمستعمل الطرقات لأنها تزوابع رملية بطبيعة الحرر تؤدي إلى ضعفة رؤية الأفقية إذن درجة الحرارة بعد الظاهرة إن شاء الله كما نلاحظه سيكون التفاع نوعا ما محسوس في درجة الحرارة على الولايات السحيلية خاصة الوسطى ونتلحق من 25-27 درجة من قوية بعض الظاهرة 19 درجة على الولايات السحيلية الشرقية الغربية إنخفاض محسوس في درجة الحرارة مقارنة مثلا على الولايات السحيلية تلحق 15 درجة على البورا 13 درجة على استطيف باتنا 14 درجة حتى 22 درجة مئوية على بسكرة على منطقة الواد إذن 26 درجة حتى 24 درجة مئوية على بني عبستة بالبلا برج الحواس 120 درجة على أدرار وات 29 درجة مئوية على أفرو إذن بالنسبة لحالة البحر نهار اليوم إن شاء الله سيكون مضطرب إلى قليل اضطراب على سواحل الشرقية هاي جعل سواحل الغربية سوعة الرياح تروح من 60 حتى 70 كم في ساعة واتجاه الترديح بإذن الله تكون غالب بزياء تماما لهنا حقنا ختم وعند نشرتكم بالجودية من هاليوم السبت نخطبوها كلا عذاب القروب على الساعة الخامسة حتى الثلاثين دقيقة مساءً لمزيد من المعلومات مع لكم غالب زوروا ما وقعنا على وطنة تيفي بقى على أخير تلف وحتيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر